السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في مراجعة الحلقة العاشرة من موسم الثالث لانيمي قاتل الشياطين كيميتسو هاي الحلقة اللي كانت عب تحكي عن هشرة الحب ميتسوري الشي اللي عجبني انه ما بس كانوا عب يحكوا عن ميتسوري والماضي تبعا وبنفس الوقت ما بس حكوا عن ميتسوري وقتاله مع القمر الاعلى الرابع كان في عنا ميكس ما بين هدول الشغلتين هاد الشي اللي فعلا عجبني وعطها رونق مختلف لهاي الحلقة اضافة للنقطين يعتبر كتير مهمات الاولى عن جينيا والثانية عن القمر الرابع الاعلى بعد ما نحكي عن ميتسوري عن قتاله وعن الماضي طبعا راح نروح لهدول النقطين فتأكدوا انكم تتفرجوا على الحلقة لنهايتها وبنفس الوقت لا تنسوا اللايك على الفيديو تكتبوا لي رأيكم عن الحلقة تحت في الكومنتات نبدأ مع ماضي ميتسوري وبعدين مندخل للقتال يلي صار مع القمر الاعلى الرابع ماضي ميتسوري يلي انا بصراحة عجبني شفناها كبنت صغيرة عند قوى مختلفة عن باقي الناس اللي موجودين هاي القوى المختلفة ليست كقوى خالقة ليست كسوبرهيرو لا قوى جسدية قوى جسمانية سميها ما تريد رب العالمين عطاها قوى مختلفة عن باقي البنات اللي موجودين خلاها بنت مختلفة عن الناس اللي موجودة لدرجة انه هي كانت تاكل اكتر بكتير من الناس كتير قواية لدرجة انه هي وبنت صغيرة قدرت انه تشيل حجرة وزنها 15 كيلو هذا الشيء اللي انت وتطلع عليه بطريقة منطقية هو جيد من طرف وهو فيه شيء من السوء او فيه شيء من ظلم من طرف تاني الظلم اللي لميتسوري ذات نفسها نبدأ في الطرف الجيد من هذا الموضوع انه هي مختلفة هذا الاختلاف الجميل الاختلاف اللي هي بفعلا كانت تتباهى بهذا موضوع وكانت تحب هذا الموضوع واهلا كانوا يحبوا هذا الموضوع هي وكانت صغيرة كانوا يحبوا انه هي اقوى من الكل كانوا يحبوا انه هي عنده شيء مختلف عن باقي البنات ولكن اول ما كبرت وصلت لعمر الزواج حست حالة مختلفة وهي انها تتعتبر كتير كتير مهمة هذا الشيء اللي ممكن نحن نعكسه على ارض الواقع كالعادة مثلنا نحكي في اغلب الحلقات الاشياء اللي بتصير في الحلقات تعالوا نعكسه على الواقع هل ممكن تصير ولا لا بصراحة هذا الموضوع بيصير احد الاشخاص بيكون اذكى من غيره احد الاشخاص عنده موهبة معينة ولكن بيخجل منها بخاف انه يفرجي رباء الناس هذا الشيء اللي راح يخلي هاي الموهبة تندفان فالشيء اللي صار مع ميتسوري انه هي عنده قوة مختلفة بقوة جسمانية مختلفة لون شعره مختلف بنت جميلة جدا ولكن الناس اللي موجودة ما كانوا يحبوا هاد الشيء هاد الشيء اللي هي كانت خلينا نقول ما تخجل منه ولكن انه الناس ما بتحبني انا الناس ما بتحبني انه قوية انا الناس ما بتحبني انه شعري مختلف بكل بساطة هذا موضوع اللي سوالة عقدة معينة لدرجة انه راح تصبغت شعره اسود حاولت تخفي الحقيقة تبعيتها حاولت انه هي تتصنع شخصية تتصنع افعال تتصنع اشياء هي بالعادي ما بتعملهم ولكن اضطرت تعمل هذا الشيء لانه المجتمع اللي موجود تفرض عليها هذا الموضوع بطريقة اجبارية هذا الموضوع اللي هلا بقى ازعكسنا على ارض الواقع ما نشوفه منتشر بطريقة ما هي طبيعية ناس بيتصنعوا شخصيات مختلفة بس ليرضوا المجتمع يعني انت عندك موهبة كرة قدم بس بتخجل من الناس انه ممكن تتنسخر عليك او انت مثلا عندك كم كيلو زايد بتخجل انك مثلا تسبح بطريقة يعني عندك موهبة سباحة بس بتخجل انه عندك كم كيلو زايد بتخجل من المجتمع انه هنا يحكموا عليك انه والله شوفوا هذا عنده كم كيلو زايد شوفوا منظره شوفوا كرشه شوفوا كذا 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 فانت هون بتخجل من الناس المجتمع بيفرض عليك انك انت تخبي هاي الموهبية اللي ممكن توصلك لمكان جميل جدا هذا الشيء بصراحة نعكس بطريقة ممتازة ووصل لنا الرسالة أنه إذا عندك شيء مميز عندك شيء جميل عندك شيء ممكن تأظهر للناس لا تخجل ولا تستنى أنه المجتمع يحكم عليك إذا كان المجتمع اللي أنت موجود فيه ضدك غير المجتمع ولا تضل في المكان اللي أنت موجود فيه وهذا اللي عملته ميتسوري كانت موجودة في هذا المكان الناس عبتحكم عليها وهي مالة مرتاحة وعبتتصنع شخصية غير شخصيتها تماما والذي راحت واتطوعت خلينا نقول في فيلق قاتل الشياطين لاقات أنه هذا هو المكان المناسب أنه هي تعيش فيه المكان اللي بيأدر الأول الموجود فيه بيأدر جماله بيأدر لون شعرها يا أخي على أبسط شيء حاولنا نحن نحكيها لا يعني كل الناس اللي موجود بفيلق قاتل الشياطين حبوا ميتسوري حبوا القوة اللي موجودة حبوا جمالة وبنفس الوقت هذه اللي هي كانت تروح وتساعد الناس يعني تستخدم الموهبة اللي موجودة عندها في مساعدة الناس في انه هي تعمل خير لهذه الناس كانوا كمان يتشكروها يقولوا لها شكرا انك انت عايز تساعدينها هذا الشيء يلي خلاها مرتاحة من جوتها وما خلاها ابدا تكون مضطرة انه تخفي حقيقتها وتتصنع شخصية غير شخصيتها فكان جميل جدا انه نحن نشوف ماضي ميتسوري بطريقة شوي مختلفة مو انه والله اجوا الشياطين اتلوا اهلا اجوا الشياطين اتلوا اهلا عاشت حياة صعبة عاشت طفولة صعبة لأ حبيت انه ناخدوا الموضوع بطريقة شوي مختلفة انه بوصلونا هاي الفكرة موضوع المجتمع وتخبيت حقيقتك وتتصنع شخصية وشلان هي فعاليا راح تتطوعت في فايلة قاتل الشياطين حتى تغير المجتمع هي موجودة فيه ويتم تقديرها فحبيت هذا الاختلاف عن باقي الهاشرة كان شيء جميل ما فيه تكرار هاي النقطة اللي انا حبيتها وطبعا كالعادة بيكيميتسو بيحبوا انهن يعطونا شيء معين عند الماضي ويعكسو في الوقت الحالي يعني اليوم وقت اجا تانجيرو وآلاجينيا ونايزيكو انه احموها لميتسوري لانه هي بصيص الامل تابعنا هاد الشيء اللي وقت اللي سمعتو ميتسوري دايق شوي انا بصيص الامل تابعهم هادو الناس ما اعتمدين علي هادو الناس فعلا حبيني بصدق لا دايق شوي انا لازم افعل العلامة وهي العلامة اللي حكينا عليها كتير في احاقات الماضية حكينا عليها في توكيتو ذات نفسه ولكن ميتسوري تتفعل العلامة تبعيتها ومنشوف ميتسوري مختلفة سرعة ما هي طبيعية ابدا نحط القمر الاعلى الرابع حكي عن هذا الموضوع انه ميتسوري بعد ما تفعلت العلامة تبعيتها لأ صارت مختلفة تماما الفكرة ليست فقط في تفعيل العلامة انما في الاشياء اللي نحي دائبة بنبنيها عن الماضي اش هو الشيء اللي خلى هاي العلامة تشعل اش هو الشيء اللي خلى هاي العلامة تكون موجودة وميتسوري تتغير تصير اسرع تصير اقوى تصير مرينة اكتر هذا الشيء اللي في احد الكومنتات حدح حدا حكالي انه توكيتو قد تفعل علامته ما هو العلامة ذات نفسه يلي فعليا عطته الطاقة الزايدة وهذا كلام صحيح مية في المية يمكن انما وصلت الفكرة بطريقة صحيحة توكيتو فعليا اتفعلت علامته بحكم ان هو اتذكر الماضي واتذكر ليش فعليا هو عب يتقاتل مع الشياطين يعني من قبل كان جسده بده يقتل الشياطين ولكن عقله مو عرفين ليش اول ما توكيتو اتذكر ليش لازم يقتل فعليا الشياطين اتذكر اخوه اتذكر عائلته اتفعلت العلامة وصار اقوى هاي النوطة من كم احسنت اني وصلها في الحلقة الماضية نفس الشيء اللي صار مع الشراء الحب اول ما تنجر وحكى انه هي بصيص الامل تبعنا اتفعلت العلامة وبناءا عن الاشياء اللي شفناها عن الماضي صارت اقوى واسرع ومتل ما حكينا كل شيء صار وصار تتقارعوا للقمر الاعلى الرابع بطريقة ممتازة قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعدها شركة ستارز بلاي يعطيتكم عرض لمدة سبع ايام فري ببلاش اسبوع بتحسنوا تتفرجوا على اللي بتكون يا في المنصة كل اللي عليك انك تنزع الرابط الموجود تحت في الوصف تدخل عليه بتختار لبلد انت موجود فيه من بعدها بتدخل رأي موبايلك والفابروك الاشتراك رح يكون سريع مفووله عرض يعني جميل سريع خفيف فاستغلوا ليروح عليكم ننتقل للقمر الاعلى الرابع واللي كمان اجينا هيك لمحة بسيطة عن الماضي طبعه شلون هو فعليا كان ينحكم عليه كمان في انه هو انسان كذب ولكن هو دائما يقول انه انا ما كذبت انا بعمري ما كذبت انا انسان دائما كويس ولكن كل الناس بتكرهني هاي الشخصية اللي ما بعرف زي ممكن لسه يعطونا اكتر عن الماضي طبعه اللي رح يكتفوا بهذا القدر ولكن اوكي ممكن يبرر شوي ليش هو دائما خايف او ليش هو دائما بيبكي بيحكم انه يمكن بحياته السابقة قبل ما يكون شيطان الناس كانت دائما تتهمه انه هو انسان شرير هو انسان بيكذب هو انسان سيء على عكس هذا الشيء تماما هو ما كان يكذب ما كان انسان سيء كان انسان صالح ولكن مع ذلك الناس كانت تحكم عليه فانا شايف انه في عنا يعني ارتباط ما بين ميتسوري وما بين القمر الرابع الاعلى انه هن اتنين كان عندهم ماضي معين المجتمع كان بيحكم عليهم بطريقة او باخرى هذا الشيء التي شفنا شلون ميتسوري غيرت المجتمع ذات نفسه وصارت بمكان جيد جدا عكس فعليا القمر الاعلى الرابع يلي ممكن يكون ضل بهذا المجتمع وهذا السبب اللي خلاه يصير شيطان ما بعرف ما ظهر هذا الموضوع بطريقة مية فالميه كان انه هيك صار بس ما بعرف انه هذا توقوع الشخصي انه المجتمع حكم على القمر الاعلى الرابع انه هو كذاب وانسان سيء هذا الشيء اللي خلاه يصير شيطان وحقد على فعليا الناس او حقد على البشريين ممكن هيك ممكن نستنى الحلقة القادمة إذا عرضونا شيء عن الماضي طبعه زيادة ممكن يعني نحلل الموضوع بطريقة أكتر من هيك ننتهي ونحكي بشكل سريع عن جينيا يلي عرفنا من خلال هاي الحلقة بشكل رسمي إشو الشيء اللي بيخلي جسمه يتعافى أسرع إشو الشيء اللي بيعطي طائقه أسرع وإشو الشيء اللي بيخليه يصير كشكل شيطاني مختلف عن جسد البشري اللي هو دائما موجود فيه وهذا الشيء اللي بيين بهيئة الحلقة وشفتنا شلون مثل صار يعض أو صار يأكل الجزع الشجرة اللي كانت تخبي فيه الجسد الصغير القمر الأعلى الرابع فعلا هذا الشيء اللي هو بيعمله إنه هو بيأكل الشياطين حتى يصيره أقوى ويتعافى بشكل أسرع فبشكل رسمي عرفنا جينيا شو هي الأشياء الشيطانية اللي بتصير فيه بحكم إنه هو بيأكل الشياطين يعني هو عنده هيئة الميزة موجودة فيه لدرجة أنه الطائق اللي بيأخده وقت اللي أكل شيء من القمر الأعلى الرابع بدأ إنه هو يقلع الشجرة المحلة ويزدها فعلا شيء جميل في هيئة الشخصية ما هي شخصية خلينا نقول يعني كتير بسيطة لا في عمق معين حلو يعني إضافة جميلة للإنمي الآن ميتسوريا عنده مهمة إنه ما تخلي القمر الأعلى الرابع يوصل لنايزيكو وغينيا وتانجيلو اللي راحوا لحتى يقطعوا رقبة الجسد الصغير يعني الجسد الأصلي هون راح نشوف الحلقة القادمة اللي هي الحلقة الأخيرة بالمناسبة واللي راح تكون بدأتها 70 دقيقة يعني عنا ساعة وعشر دقايق راح تكون نارية أكيد راح نشوف الكثير من الأشياء الأشياء اللي أكيد راح تحدد وجهة الموسم القادم يعني بالمناسبة بدأوا في عمليات الإنتاج للموسم القادم فممكن ما بستغرب أبدا إنه يجينا بطريقة أسرع بكتير من هذا الموسم وتعتبر الحلقة القادمة جدا مهمة طويلة راح يكون في عنا حكي كتير 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 في الحلقة القادمة فجهزولي حالكم وإلى حين ذلك الوقت لا تنسوا أكيد اللايك على هذا الفيديو تشتركوا تحضر قناة زيادة الأمانكم ومشتركين وتعطوني رأيكم على الحلقة تحت في الكوميتات حذركم كل شيء عندي لهذا الفيديو ونشوفكم أكيد الفيديو القادم سلام عليكم